المدير الفني على وجه التحديد يعني الحقيقة انه الاهل يتعامل مع الازمة او مع المشكلة حاول البعض تصدرها لتعطيل مسيرة الفريق بشكل احترافي جدا وبدل السيناريو كان فيه سيناريو واحد والسيناريو اثنين والسيناريو ثلاثة والثلاث سيناريوهات اشتغلت عليهم ادارة النادي الاهلي بشكل كبير جدا الى ان نجحت في التعاقض مع المسلمين كان فيه قراءة مسبقة ده لازم يوصل للناس كان فيه قراءة مسبقة انه فيه ازمة مفتعلة والراجل اتعرض لعرض مغري سيبك بقى من اعاوز اروح سافر عشان اصريته والكلام ده لانه الاسرار على التمسك بالفترة من واحد الى عشرة اكتوبر دي هي اللي كشفت انه لا ده فيه حاجة ده هي الفترة اللي هي السماع ورغم ان الفقرة دي اضافت في التفاوض الاول في تجديد العقد من اجل يعني انه عنده تفكيره فيه شيء وتحطت وانه نهاية بطولة افريقيا كان المفروض تخلص في اكتوبر في النظام القديم بعد كده تعدلي الفباية ايه في نوفمبر في ستة نوفمبر النهائي الممبراتين في الايام اللي جاية زي بتقول حصل ايه اللارم خطط له يعني ايه باز بال طب انا مش هرجع فالمفوضات خدت فترة كان وقتها النادي الاهلي اعتقد يعني كان يابد انه يتنبه انه الراجل خلاص الراجل عزم على شيء اخر اصبح من مدرب يعني نجومية واصبح تحط في كل شيء وعمل شغل بحد شيء يقدر يختلف عليه الى اصبح دلوقتي خلاص اصبح قوي فعنده فرصة فجدت له اغراءات من ناحية تانية وبعد كده حصل اللي احنا شايفينه واللي احنا لسمعه وكل واحد بيدور على ايه على لقطة عاوز يبين منها انه الراجل هو لناها العقد وليقول لك ده نهاية العقد وليقول لك لا الاهلي حسن من امره قال تحدث بصراحة كبيرة جدا في مفاوضاته مع الراجل الراجل بامانة تحول تحول غريب جدا عنده نوع من يعني عدم الوضوح حتى اقرب الناس ليه يعني حتى الناس اللي معانوا مساعدين بدليل هم متبسكين بي كان ممكن تقول لهم احنا عايزينكم بقول لك لا ده احنا ملتزمين مع الراجل مسألة هذا مفاجئ بها في خلال الساعات اللي جاه يبقى فيه مفاجئة بكرة بعد ومن عرفش ايه بقى توقف لان المفاجئة بقى يعني مفاجئة ممكن متفاجئة انه يمكن هنا يدرب هنا في الدول المصري تاني ده تبقى وده شيء على فكرة متوقعة هتبقى مفاجئة بص بص عزالك الحاجة لابد انك تعي انه وجود نادي بعينه حاطت الاهلي فيه هدف بالنسباله امر لابد انه هيبقى في الحساب جمهور الاهلي عارف كويس كلام ده شيء ما يبقى مستخبي لا مش مستخبي خلاص واضح الامر واضحة النواية مستهدف ضعف النية مستهدف العيبة لا في استهداف في تربس ده يعني الادعى الادعى للادارة الاهلي لابد بقى خلاص تغير السياسة بقى تغير السيستم خالص لابد انك تتواجه الكلام ده وتواجهوا ان الاهلي يفتقد اقوى شيء يملكه ايه هو جمهوره جمهور الاهلي هو القادر على ايقاف كل ما يحدث جمهور الاهلي وشعبيته الكبيرة جدا هيبقالها ورد فعلا وعادة الجمهور المدرد